ميليشيات الحوثي اليوم جثمان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للميليشيات الانقلابية صالح الصماد وكان الصماد قد قتل في غارة للتحالف العربي استهدفته بعد مغادرته جامعة الحديدة التي ألقى فيها كلمة قبل أيام قليلة من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عادل الشجاع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أهلا بك دكتور عادل يعني بداية نسألك عن هذا المشهد اليوم هذا التجييش من قبل ميليشيات الحوثي في تشييع جثمان رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي صالح الصماد كيف قرأت هذه الصورة وعن ماذا عكست يحاولون طبعا أن يغطوا الخسارة الفادحة التي منيوا بها برحيل صالح الصماد لأن هناك ارتباك ليس فقط على مستوى القيادات وإنما أيضا على مستوى لقانهم الثورية الميدانية تضح في الآوينة الأخيرة بأن هناك صراع أجنحة داخل الجماعة وانعكست الإشاعات التي تعكس نفسها داخل أروقة اللقان الثورية وفي الجبهات تحديدا فأرادوا من خلال هذا الحشد وإكبار العديد من الأطفال وطلاب المدارس وكذلك الموظفين للذهاب إلى هذه الجنازة لكي يغطوا الخلل الحاصل داخل الجماعة هذه التي انقسمت إلى حد كبير في الآوينة الأخيرة واتضح بأن السيطرة أو الانتشار داخل العاصمة صنعة يوحي بهذا الانقسام فكان لابد من حشد كثير من الناس لإعطاء هذه الرسالة بأن الجماعة ما زالت متماسكة وأن صالح الصماد لم يكن على خلاف مع بعض القيادات داخل الجماعة كما أشيع مؤخرا هل هذا يكفي؟ هل نجح في ذلك دكتور عادل؟ خصوصا أنه تم اختيار بديل الصماد من دون تفاوض أو من دون توافق على هذه الشخصية فكيف سيكون المستقبل السياسي ميليشيات الحوثي في ظل هذه الانقسامات والخلفات التي شرحتها؟ الجماعة تعاني من انهيارات حادة في الآوينة الأخيرة وأعتقد بأن قياداتها ستكون مستهدفة أولا من قبل التحالف من خلال المعلومات التي تسرب اليوم إلى التحالف هناك كثير من العناصر يريدوا أن يؤمنوا أنفسهم للمرحلة القادمة بعدما اكتشفوا أن عصر الجماعة هو في حالة أفول وبأنها ستهزم قريبا إضافة إلى الصراع الداخلي الذي سيؤدي بكثير من القيادات هناك كثير من قيادات الصف الثاني زج بها في المعتقلات وهناك حملة أمنية مشددة داخل العاصمة صنعاء يمنع الخروج منها وأصبح أيضا التفتيش على غير العادة تفتش النساء وهذه سابقة لم تكن حاضرة في الفترة السابقة مطلقا أصبح اليوم حتى النساء يتم تفتيشهن والكشف عن وجوهن بحكم أن اليمنيات يلبسنا الخمار وغطاء الوج اليوم هناك تفتيش دقيق للخارج من صنعاء خوفا من فرار أسر بعض القيادات أو خوفا من فرار بعض القيادات بملابس نسائية طيب إلى أي مدى هذه الخلافات والانقسامات ما بين الأطراف المشتركة في هذا الانقلاب أدت إلى نجاح التحالف في هذا الخرق الاستخباراتي واستهداف قيادات خلال الأيام الماضية أخرهم أمس حقيقة نجح التحالف في الآونة الأخيرة بتركيز ضرباته على الصف الأمام من القيادات وأصبح من الواضح جدا أن هناك تسارع أيضا في الذين يقدمون المعلومات وأعتقد جازما بأن المرحلة القادمة سوف تقدم رؤوس كثيرة من خلال تقديم معلومات دقيقة لأنني كما قلت أصبح الكثير من عناصر الجماعة يدركون بأن عصر الجماعة هو إلى أفول وأنهم يريدون أن يؤمنون مستقبلهم للمتغيرات الجديدة التي ستنتج بعد هزيمة هذه الجماعة نعم طيب يعني دكتور عادل قراءة معك لأهمية الأسماء التي استهدفت خلال الأيام الماضية خصوصا خلال هذا الشهر واستهداف فكرة استهداف تجمع أمني كبير 38 مشرف أمني قتلوا في هذه الغرق وفي مبنى وزارة الداخلية أهمية هذا الحدث بالتأكيد هو استنزاف آخر لقيادة الجماعة وأيضا كشف لغطائها الأمني بعد أن كانت متحصنة بشكل كبير جدا وكانت قادرة أيضا على تقديم المعلومات المضللة للتحالف أصبحت اليوم مكشوفة الظهر وهي مستهدفة وهذا يؤكد بما لا يدعو مقالا للشك بأن الجماعة في حالة تفكك وفي حالة انهيار وتعاني أيضا من الاختراقات الأمنية الدقيقة على عكس ما كانت عليه في المرحلة الماضية هذا الاستهداف سيعقل أيضا وسيسارع بانهيارات بمزيد من الانهيارات داخل هذه الجماعة وكما قلت سيشجع الكثيرين على تقديم معلومات لكي يؤمنوا حياتهم في المرحلة القادمة نعم طيب دكتور عادل أيضا فيما يتعلق بالرد الحوثي يعني هم باستمرار يستهدفون المملكة العربية السعودية وهناك محاولات ولكنها فشلت خلال الساعات الماضية بإطلاق صواريخ برأيك كيف سيكون وضع ميليشيات الحوثي على الأرض مع كل هذه الهزائم خلال الفترة المقبلة هي في حالة انهيار ولو شدة القبضة من قبل الجبهات المتعددة في اعتقادي بأن الجماعة ستنهار لم يبقي عليها سوى أنها تعطى فرصة للحشد لجبهة واحدة منذ بداية الحرب في اعتقادي بأن التحالف لو رسم خطة وتحرك بموقبها بفتح هذه الجبهات في آن واحد جبهة صعدة وجبهة مارب وجبهة الجوف وكذلك جبهة الساحل بالإضافة إلى جبهة تعز وجبهة البيضاء ستسقط الجماعة ولكنها جبهات بالفعل مفتوحة دكتور عادل هناك تقدم في صعدة وتقدم في أكثر من المنطقة نعم ولكن هو تقدم بطي ومحدود أنا في اعتقادي أنه إذا تحركت هذه الجبهات في وقت واحد لا تستطيع هذه العصابة أن تفتح الجبهات في وقت واحد لأن الذي يساعدها هو نقل عناصرها من جبهة إلى أخرى فهي اليوم تحشد إلى جبهة الساحل والطرقات مفتوحة أمامها والمواطنين يشاهدون مئات السيارات التي تصل إلى الحديدة والمناطق المجاورة لها محملة بالمقاتلين والسلاح دون أن يستهدفها الطيران أنا أعتقد أن الطيران حاول أن يضرب المؤخرة لهذه الجماعة لأن في المؤخرة دائما تكون القيادات تدفع بالأطفال وتدفع كذلك بأبناء القبائل إلى مقدمة المواجهة وبعد أن تستنفذ أو يقتل الكثير من عناصر القبائل والأطفال تأتي هذه القيادات التي تقف في المؤخرة وتحاول حسم المعركة وهذا ما تقوم به دائما أعتقد لو أن الطيران التحالف حاول أن يركز الآن على ضربها في الطرقات وقطع الخطوط والإمدادات سيقضي على كثير من القيادات التي تختفي أو تتحصن في المؤخرة نحتاج فقط إلى فتح هذه المعارك فتح الجبهات في وقت واحد فستنهار هذه العصابة ولن تصمد أكثر من أسبوع شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتور عادل الشجاع القيدي في حزب المؤتمر الشعبي العام شكرا لك قتل زعيم تنظيم داعش في عدن صالح ناصر البخشي واعتقل ثلاثة من عناصر التنظيم في عملية مدهمة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن وذلك على مبنى كان يتحصن فيه مع ناصر آخرين من أعضاء التنظيم ورفض البخشي تسليم نفسه وقم بإطلاق النار على قوات الأمن ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين من قوات مكافحة الإرهاب وعثرت قوات الأمن في المبنى الذي كان زعيم التنظيم يتخذ منه منطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية في عدن على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة